سترى مرحباً في كارديو أليكس 19 مرحباً في كارديو أليكس 19 معنا اليوم الدكتور أنتوان فخري أهلاً بحضرتك يا دكتور أهلاً بكي أنا مدرس أو استشاري قلب أطفال في الأسر العيني زي حضرتك أهلاً بحضرتك سعادة جداً نكون حضرتك معنا السعيد وأنا لأسعد حضرتك أول مرة تبقى معنا في مقاطع مرة؟ لا، هذا ليس أول مرة هذا رابع عام أشارك في التوكس في الساشن في كارديو أليكس ويسألني أول مرة أبقى مع حضرتك في هذا المقاطع التوكس بشرفتك دكتور كنتيزة عرف إيه رأي حضرتك في المؤتمر السنائلي رأيي أنه دايماً من نجاح لنجاح إتحازة واندرف الورجانيزيشن الشركة المنظمة بتحترم جداً كل الاسبيكرز ووجود أمنينت سبيكرز من كل مكان في العالم بيخلي المؤتمر متنوع قوي بيخلي استفادتنا إحنا أزا كارديولوجيز كبيرة قوي ويعني يا رب من نجاح لنجاح إن شاء الله دكتور كنا عرفنا أن حضرتك عندك ساشن وكننا عايزين حضرتك تتكلمنا عنها بالضبط إحنا كان الساشن مهمة قوي من الساشن اللي قدمناها في كارديولوجيز السنائيدي ساشن كانت هادد بأستاسي دكتورة هلا حمزة عن إزاي القلب بيتأثر بالأمراض العامة اللي في الجسم اسمها heart and systemic diseases يعني زي السكر، الضغط، نقص الغضة الدرقية، السراطنات بمختلف أنواعها يمكن الإيريا دي من المادسين أو في طب الأطفال أو في طب القلب بشكل عام is under investigated إنه في ناس كتير مش عارفة إنه القلب بيتأثر جداً بالأمراض اللي بتأفكت الجسم ككل يعني مثلاً الأدوية اللي بتتاخد في السراطنات ممكن قوي بعض الشر تأثر على القلب والسراطنات نفسها تأثر على القلب السكر بيأثر على القلب وعلى دورة بتاع الدموية اللي بتغذي القلب وكذلك الضغط وبالتالي putting a focus على الموضوع ده كان من أهم الحاجات عشان الناس الممارسين العامين اللي هما مش بيشتغلوا قلب ولا قلب أطفال تبقي اوار بالموضوع ده وتنكيش the awareness عشان يقدروا يحولوا مرضوهم for regular checkup for the cardiac functions في الناس اللي عندهم أمراض عامة بتأفكت الجسم ككل والقلب من ضمن الجسم دكتور عايزين نعرف إزاي يتم الكشف المبكر عن تأثر القلب بالمرض العضوي بصيح احنا بنقيس وظيفة القلب بكذا طريقة كان لغاية من سنين فاتت يعني من خمس أو ست سنين فاتت كان بنريلي بس على طرق conventional حاجة اسمها الإجاكشن فراكشن إن احنا ناخد زي cut section من من الهارت ونقيس إزاي بيديلات وبيكنتراكت وعلى أساس كده نحسب حاجة بنسميها الإجاكشن فراكشن اللي هو كمية الدم اللي القلب بيدخه مشكلة الطريقة دي إنها بتريلي بس على قطعة من القلب يعني احنا بناخد cut section ونقيس الفونكشن فيه فالطريقة دي كتر ما هي بتريلي على point من القلب وممكن ما تبقاش accurate لإنه ممكن قوي المكان اللي متأثر في القلب يبقى بعيد عن الpoint اللي أنا خدته وبالتالي ال detection ما يبقاش بدري فبالتالي طلعت method جديدة منها حاجة بنسميها speckle tracking echocardiography بتقيسل كل segment من القلب بيتأثر بنسبة كم في المية فلما تيجي تحسب average segment كلها بتاعت القلب ال average ده بيبقى expressive يعني يقول لي فعلاً القلب متأثر ككل ولا مش متأثر ككل وتم اعتماد الطريقة دي اذا standard method لخيص وظفة القلب بالزيت مثلاً في المرضى اللي بياخده كيماوي في مستشفيات السرطون ما بقاش الطريقة القديمة هي اللي بتستخدم عشان كده برضو ال session دي كانت هدفها to increase the awareness about spike tracking echocardiography اذا مش بقى new method نقدر نقول relatively new method لان هي بقى لها كذا السنة وبقيت gold standard yes function بتاعت القلب بدل الطرق ال conventional اللي موجودة بطلوا يستخدموا الطرق القديمة عشان يتجنبوا يعني مش هنقول بطلوا بس بقى لازم ان احنا نستخدم الطرق دي الجديدة عشان ندتاكت اي اللي اي حاجة ممكن تحصل في القلب ونقدر نreverse it by drugs مرسي جدا يا داكتر صارقة جدا موجود حدرتك معنا شكراً جداً شكراً جداً اتشرفت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة